منتخب مصر حافظ على نفس الترتيب بتاعه الـ 35 عالمياً والخامس أفريقياً القائمة لازالت بتتصدرها الأرجنتين متفوقة على فرنسا ثم البرازيل وإنجلترا وبلجيكا ومنتخب مصر الخامس في القائمة الأفريقية اللي أولها المغرب صاحب المركز الثلاثتاشر عالمياً ثم بيجي في القائمة الأفريقية السنغال ثم تونس والجزائر ومصر في الخامس يعني أنت لما تيجي تقول أنا في التصنيف الأول مرضو تزعل تزعل لأنك تبقى في المرتبة الخامسة سمال أفريقيا الفرق القوى التقليدية كلها سبقات التلاتة سبقينك والسنغال موجود إذن أنت بس هل نحن نعيش في عصر سنائية متسبي أو اللغجة هذه السنائية بتقود الكرة الأفريقية ولذلك تجد المغرب استطعت أن تخطط وسستفيد بالتخطيط والمكانة الرياضية الكروية التي حصلت عليها من خلال ناس مخلصين لها حطوها في هذا المكان بينما مصر هانت على أبنائه كروية فاستحقت أن تظل في هذا الموقف المتأرجع الخامس السادس السابع يعني هل هذه مكانة مصر اللي كانت لسه يعني هي الأكثر فوزا بالبطولات الأفريقية لألفين وعشرة بعبو القرى عيب والله ما يحدث لنا بس إحنا هانت علينا نفسنا وقبلنا أن ندار كدولة خالية من الكوادر بلجنة من الاتعاد الدولي زينا زي الدول اللي اللي اسم دخلها كرة الخدم كل ده عشان أفراد بتاخد مصر في سكة صراعاتها وتعمل نفسها مكانة فردية مصر مش على بال حد من المشغولين بالشأن الكروي والكلام ده مش من قريب نحن بنجني ثماره الآن مصر اللي كانت تؤثر في الانتخابات بتاعة الكاف اللي كان فيها المراكز المؤثرة بالخبرات المصرية فين هما دلوقتي مش موجودين التحكيم مش موجود شوف إداريا أنت مش موجود في الكاف تحكمين مش موجود إلا من خلال أفراد بيمثلوا مصالحهم ما شفناش أبدا إن وجودهم شد حد معاهم إذا فضلنا نتجاهل هذه المشاكل مين اللي حصلحها هذا أمر أنا الأول أن نشعر بالغيرة على وضعنا الكروي لأن نحن نحن مصر يا جدعان اللي كانت التصنيف لما تقول الأول والثاني والثالث في مصر فنتمنى أن نحن يعني يعني نشهد في هذا الاتجاه الاتجاه الكروي ثورة وطنية كروية فيها غير على الصالح المصري نتمنى بالمناسبة منتخب سيرليون حدد موعد ومكان مواجهته مع منتخب مصر في التصفيات كأس العالم التصفيات اللي بيتواجد فيها منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيرليون وإثيوبيا وجيبوتي منتخب سيرليون حدد يوم 19 نوفمبر القادم موعد لمباراته مع مصر في الجولة الثانية منتخب مصر سيبدأ مع جيبوتي الجولة الأولى المباراة ستقام على ملعب سامويل كان من الرياضي في ليبيريا ومن المقرر أن يفتتح منتخب مصر مشواره زي ما قلتلكم مع جيبوتي 16 نوفمبر باستاد القاهرة سيرليون بتلعب بره ملعبها جيبوتي بتلعب بره ملعبها معظم فرق المجموعة بيلعبوا مره ملعبهم ملاحظين أن سيرليون اختارت ملعب ليبيريا وفي معظم المنتخبات اختارت المغرب كملعب ليها في هذه التصفيات الجملة دي في حد ذات تفسر لك حاجات كتير أيوة معظم المنتخبات اللي بتلعب بره ملعب اختارت المغرب بيلقوا تسهيلات كبيرة أوي يا سيدي ده دليل للمكانة ده ده شغل العلقات دي المغرب تستفيد منها صحيح وإحنا فين يا جماعة الرياضة والسياسة أصبحوا بيخدموا على بعض أنا الأواني أن الرياضة تلعب دورها في الساحة لصالح مصر شوية يعني الموضوع مش يظهر بقى وليمش قد المسئولية يعني يتعلم ويطور نفسه يشوف حد يكون قادر يحطنا في المكان الصحيح مصر كانت قبلة الجميع كله كان يلعب عندك هنا راحت فين